كرويا او فرقة حتى بتصارع على الهبوط او بتصارع على الهروب من الهبوط هيبقى في النهاية مطشو صعب ودي دجلة سيراميكا الاسماعيلي يامبي طلايع المصري وبعد كده طبعا عندك جونة واصلان لسه ما تحددوش في فترة من 3 ل 27 مطلوب منك العلامة الكاملة تمام ايه الصعوبات او انت لما تيجي تبص على المرحلة دي ككل تمام ما تشاط بالمنافسة الدولي موقفك الحالي ايه هم الصعوبات من وجهة نظر كابتين احمد فرس بص حقيقة كل المباريات صعبة جدا تمام انما انا شايف ان في مباريات مفصلة ايه زي مثلا الجونة اللي جاي ده عشان تركب يتدوري اللي جاي دجلة سوري اصد دجلة اللي جاي ده عشان تركب يتدوري بعد كده فيه 3 مباريات واربعة اسماعيلي امبي سيراميكا التلاتة دول هيلعبوا الاهلي ويلعبوا الزمالك بنسبة كبيرة هيحددوا بطل الدوري 3 فرق دول تحديدا سيراميكا بالترتيب تريبا سيراميكا امبي سيراميكا اسماعيلي امبي او اسماعيلي امبي 3 واربعة وهيقابلوا الزمالك بنفس الترتيب بعدين على طول الترتيب ده 3 ماتشات دول هحددوا بنسبة كبيرة جدا بطل الدوري الماتشاني الاخارة احنا بنلاعب اسوان هنا والزمالك بيلعب البنك الاهلي عنده فرقين بيصاروا على الهبوط كل فرق من الاتنين محتاجة نقطة عشان تقعد في الدوري فهتبقى مباريات يعني صعبة جدا 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 ماتش الاهلي في الجونة يمكن انت لو بصيت على الجدول مفيش مباراة خارج القاهرة إلا الجونة الجونة في الجونة انت عندك ودي ديجلة وسيراميكا ومبي دول على ملعبك كله هنا عندك الاسماعيلي في اسكندرية ومطلاع في السويس والمصري في اسكندرية المصري في اسكندرية والجونة في الجونة اعتقد مباريات صعبة بس يعني انا شايف ان هيبع اصعبهم الاسماعيلي والمصري ومبي وسيراميكا دول هيبعهم متشاق قوية جدا بس انا بقول لحاليتك ان شاء الله لو كسبنا مباريات ديجلة القادمة اعتقد ان المنافس هتبتدي يعني الدنيا تقع معها لان ده ده اللي احنا متعاودين منهم على الله ما عملوش حاجة استثنائية يعني انما احنا متعاودين اول ما بنركب الدوري وهم بيعرفوا ان النادل اهلي لما بركب الدور ما بينزلش فاعتقد ان هم اللي هيفقدوا النقاط بسهولة جدا وان شاء الله ان شاء الله الدوري 43 الاهلي قبل نهاية افريقيا في الدوري غير الاهلي بعد نهاية افريقيا في الدوري دي اكيد صح؟ اكيد بتيالي ان احنا كنا وصلنا المستويات كويس جدا يمكن بسبب حالة التركيز وانك انت عندك مطش نهاية دوري ابطال يمكن لانه الفريق استفاد من حالة الفواءان اللي حصلت مع مطش الترجف قبل النهاية في الرادس وفي القاهرة قدمت عنود قوية لعبت مطشات صعبة ومع فرق كويسة جدا وعملت سكور ولعبت قدمت اعداء قوية لما رجعت مطب طبعا البنك الاهلي مطش اسوان كان متكهرب او احنا كهربنا على لحظة لحظة مطش الانتاج كان متكهرب لغاية اخر لحظة تفسيرك لده ايه يعني تباين في الحالتين ايه؟ اكيد لما بتوصل للبيك في اي حاجة في الدنيا لقمة الرسم البياني قمة الكيرف او الرسم البياني زي ما بيقولوا لازم بيبقى فيه هبوط ولو نسبي ده شيء طبيعي فكون ان انت وصلت خط بطولة افريقيا اللي هي اعلى منافسة بالنسبان احنا هنا في بطولة افريقيا اعلى منافسة فانت لازم غزبا عنك بيبقى فيه هبوط هبوط نسبي تزامن مع الهبوط النسبي ده غياب ست لعبين مؤثرين جدا في الفرقة متفقية تزامن مع الهبوط ده ان انت بتلعب كل ثلاثة يام والناس كلها مرياحة يعني انت واقل فرقة بتلعبها بتلعبها 14-15 يو عشان تيجي انت تلعبها فانت ضغط زهني زهني بان انت وصلت الاعلى حاجة وعايز ترجع تركز في حاجة هي البداية بتاعتك بالنسبالك والحاجة اللي انت متعود عليها ضغط زهني ضغط بدني بتلعب كل ثلاثة يام والبدني بتاع بقية الفرقة كلها مريح ضغط في النقص العددي فانت مجموعة ضغوط كبيرة جدا على لعيب النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني اللي انا بصراحة بحقيه برغم كل الناس اللي بتتكلم انا اشتغلت مدرف مع فرق لما بيغيب لاعب او اتنين بنقعد نقول يا له يا خرابي هنعوضهم ازاي فده انت خيل ست لعيبة ده غير الناس المصابة وغير الناس اللي بتتوقف وغير مثلا الحمد لما كان بيتجوز ده غير اي من اشرف الماتش الجاي مش موجود هاني كانت 3 انزارات انت غصبا عنك كل مباراة في مستجدات بالقلة انا طبعا زي ما بقول لحديتك انا بحقيه الجهاز الفني جدا 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 على الوقت اللي عاد وبحقيه جدا على الفترة اللي فاتت اعتقد ان العيبة بعد التمام اكتمال الفرقة وهترجع تحت ضغط بقى ايه الاهلي البنت الاهلي يعود لمستوى اكيد من وجهة نظر ان شاء الله من مباراة ودي تجلى ان شاء الله هتتوقع انه ان شاء الله الصورة او حالة المعاناة حلو اول حلو اول اللي احنا كنا حلو اول عايشين بها الفترة فاتت تنتهي مع بداية مباراة ودي تجلى اعتقد ان الحلول هتكتر وكل ما الحلول تكتر في الروتيشن الكبير في التمام المتشاط في عشرين يوم او في اربعة وعشرين يوم ايه اعتقد ان ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتبقى سهلة طيب خليني ااخدك ل انه من رحم المعاناة دي كان في مكاسب تمام يعني ما تنجرش انه في ظل غياب العيبة المتخب الأولمبي في لعيبة كانت بعيدة تاخد فرصة تمام يعني احنا شايفين بواليا حجة تاني نقدر نقول بواليا جا صح تمام شايفين الشحات شايفين الشحات بقل في فترة ايه الشحات اعلى مستوياته في النادي الاهلي من ساعة ما جا اه فترة الاخرانية من شهرين او شهر ونص اعلى مستوياته الفنيه من ساعة ما جا من العين الاماراتي تأغربة فترة اللي فاتت ماشي بيحاول كฉبت اه اه لأ watch الاول نتكلم على بواليا كحالة ده هو فجون. ايه. بس الناس مش متابعة كويس. الدور الاولاني لعبه كامل جاب هدفه. الدور التاني جاب عشر اهداف. اه. لما جي النادي الاهلي اتضغط عليه. ايه يعني بوليا لعيب الدور التاني. اه. لعيب دور تاني. اه. ده وجهة نظري. ده وجهة نظري انه هو مع مع زيادة المباريات بوليا بيجي. اه. 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 لما جيه اتضغط عشان يلعب كاس عالم انديها فلاعب تلات ماتشات ما كانش موفق وكان بيضعها حاجات سهلة. اه. بعد. وشريف ركب. دلوقتي بوليا بينزل بيبقى عارف هدفه ايه. وطالقة اللعب بيحفظها اكتر. فاعتقب بوليا مع الدور التاني اه انا اوعدك ان بوليا هسجل تاني. القصة مش قصة كمان يعني بتهلي الساعة بوليا نوعا ما اتمنى انه يدوس في الحتة دي. انه مش جايب جون. ده جايب جون جايب تلاتة بونت. مهمين جدا في المشوعة. ايه. وفي الديع يعني والماتش بيلفز انفزل حقير زي ما بيقول. بالزبط. اه بيفكرون بهدف جيرالد وفي اسموحة اللي ادينا بطولة 2019 تقريبا يعني. اه. اه. فانت بوليا بقولك بقول لحضرتك التاني ماتشات اللي جايين اعتقد انه هيكمل تهديفه. لانه رجلية هي تبقى موجودة في الملعب كهربا. اه بيحاول وبيحاول كتير جدا. والحمد لله ابتدت اه تقتي في المرة الماتش اللي فات ضايق. اه جاب هدف وضيع اه واحد. اه اعتقد ان اه حسين الشحات في اعلى مستواته الفنية زي ما بيقول لحضرتك. اللي شايل الفرقة حرفيا على كتافه عمر السلية. اه. يعني الناس مشو اخدا بالها والناس بتتكلم في نقطة مهمة. اه عمر السلية من غيره في نص الملعب احنا بنتوه. بصراحة بالامانة. اه اه احسن من احسن المواسم ديه السنة دي والسنة اللي فاتت لعمر السلية. محمد شريف. السنة دي احسن او لسنة فاتت احسن? سلية. بالله هظلمه لو قدت لك السنة دي او السنة اللي فاتت بس. اه اه يعني في المجمل العام هو احسن سنتين دي. سلية كان السنة اللي فاتت بصراحة. اسمه يعني كان. اولاك حاجة. اه اه. لو موتش واحد السلية مش موجود للملعب في الملعب. لا مش تقليلا من دوره. اه نعرف. ممكن يكون دوره مختفي شوية. اه. عن اه اه حمد فاتحي وديانج. بس جامعة دور ركبت نحن بكامعة الفورما. لا الفورما. يعني السلية كان. اعتقد السنة الفاتت حسن شوية. اه السنة الفاتت كان. اه. الاصابة السنة دي اللي حصلت في داية الموسم نوعا ما. بس خلي بالك اه اه. السلية محدش استغنى عنه رقم تمانية لان انت بتلعب حمد فاتحي قاطعي كور رقم ستة كواسين جدا 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 جدا. فالوحيد اللي بيزهر شغلهم من السلية. الوحيد اللي بيعمل بس امام اختراق. الدوري السنة دي اهلاوي. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شرفت نوارك. حبيب. الله كرمك. بشكر طبعا كابتن احمد فوزي. وبشكر حضراتكم على المتابعة. ومعند ناش شك ان شاء الله بازن الله. قادرين. بقدينا مش بقدينا غيرنا ان احنا نحسن بطولة الدوري ونحافظ على لقب حقوق النادي الاهلي خمس مواسم الاخيرة. بشكر حضراتكم على المتابعة. وهارد لك على الخروج من اولمبياد توكيو. تتعوض ان شاء الله بازن الله. والجيل ده لسه قدامه كتير مهم من ابني عليه ان شاء الله فيه اللي جاي. بشكر حضراتكم وقابلكو بكرة في نفس المعين.